في فغرتنا الأسبوعية رسالة من الصين سنتعرف على مسيرة الشعب الصيني الطويلة لاستكشاف الفضاء وأبرز إنجازاتها صحيح محمد كما سنتعرف اليوم مشاهدين على اتفاقية التعاون في أول مشروع فضاء مشترك بين الصين والإمارات وغيرها من الأخبار القصيرة كم عدد النجوم في السماء منذ آلاف السنين لم يتخلى البشر أبداً عن مساعيهم لاكتشاف روعة الكون فقد بذلت أجيال من العلماء جهوداً متواصلة لدفع مشروع استكشاف الفضاء نحو تحقيق المزيد من الإنجازات بدءاً من تصور القدماء للكون مروراً بالخطوة الأولى للإنسان على القمر وصولاً إلى نزول أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري في محطة الفضاء الدولية يمكن القول أن تطلع البشرية إلى الفضاء الواسع قد تحول إلى الحقيقة مع الوتيرة السريعة لتطور التكنولوجي الحديث بدأت مسيرة الشعب الصيني الطويلة لاستكشاف الفضاء بشكل رسمي بعد إطلاق أول قمر استناعي صيني دونغ فانغ هونغ واحد في عام 1970 ونجحت الصين بعد ذلك في إطلاق أول مركبة فضائية مأهولة شينشو 5 في عام 2003 مما سجل علامة فارقة في تاريخ تطور صناعة الفضاء للصين وأصبحت الأسطورة حقيقة أيضاً في عام 2016 حطمت المركبة الفضائية المأهولة شينشو 11 رقماً قياسياً جديداً في مدة المهمة الفضائية المأهولة للصين وقد أصبح السيد شين دونغ الذي كان تولى مهمة الطيران لأول مرة في مركبة شينشو 11 قائد الطاقم لمركبة شينشو 14 وها هو الآن يقوم بمهمة الطيران لمدة نصف عام في المحطة الفضائية بعد 52 عاماً منصارماً رغم أن مشروع الفضاء الصيني قد دخل عصر المحطة الفضائية لكن وطيرتها للاستكشاف لن تتوقف أبداً تعمل الصين حالياً مع الإمارات العربية المتحدة على التوجه نحو فضاء أعلى وأبعد فوقعت الصين والإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون في مجال الفضاء تخططان في إطارها إطلاق مركبة تشانج آه 7 لاستكشاف أسرار القمر بحلول نهاية عام 2026 وسيكون على متنها المسبار القمري راشد 2 الذي شاركت في تطويره الإمارات العربية المتحدة فإن بدأ أول مشروع فضاء مشترك بين الصين والإمارات العربية المتحدة سيأخلق المزيد من الإمكانيات للمستقبل لنتقدم بتحية الاحترام لألمع النجوم المعلقة في سماء الليل ولنزينها بحكمة وعرق البشرية ولندع الكون الواسع يسمع صوتنا وصل زوج الباندا سهيل وثريا إلى الدوحة قادمين من الصين في أول رحلة للباندا إلى منطقة الشرق الأوسط ووفقا لما جاء في اتفاقية التعاون للبحث والحفاظ على الباندا العملاقة بين الصين وقطر سيعيش زوج الباندا في قطر على مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة ومن المتوقع أن يظهر أمام الزوار قبيل افتتاح مونديال قطر بعد التكييف مع البيئة المحلية مما يضيف المزيد من العناصر الصينية إلى هذه الدورة من كأس العالم ستكتمل المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية قريبا لقد تم تسجيل العديد من الإنجازات المذهلة بفضل الجهود المشتركة للشركات الإماراتية والصينية بما فيها صب الخراسانة لمساحة تزيد عن عشرة ألاف متر مربع في مرة واحدة واكتمال أعمال وضع القطبان الحديدية البالغ طولها 7.2 كم في يوم واحد علاوة على ذلك قد غطى هذا المشروع التضاريس المعقدة المتمثلة في السحراء والمناطق الجبلية والساحلية وستصبح شبكة السكك الحديدية هذه ما مر نقل مهما يربط المحاور الإقليمية بعد اكتمال أعمال بنائها يقدم موقع سانشينغ دوي الأثاري لمحة عامة عن أصول الثقافة الصينية حيث تم اكتشاف أكثر من 15 ألف قطعة أثرية حتى الآن ويعود تاريخها إلى أكثر من أربعة ألاف عام سنتعرف على المزيد من الأسرار المتعلقة بهذه الحضارة بعد التعمق في أعمال الحفر والبحث قوانشان هي منطقة غابات طبيعية مهمة في مقاطعة جانسو الصينية حيث تتلاءم الأشجار الحمراء والبرتقالية مع الجبال البعيدة والبحيرات الهادئة تحت أشعة الشمس مما يخلق مشهداً خيالياً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر